سلام عليكم أعزائي طلاب الصفحة الثالث متوسط إن شاء الله يا ربكم تكونون بخير وصحة وآفة أهلنا بكم بالفصل الثالث وصلنا إلى الفصل الثالث الفصل الثالث طلاب راح أسألكم يا محاضرتين المحاضرة العولة اللي راح تكون من صفحة 54 بالكتاب إلى صفحة 61 اللي هي مركبات الألميوم مركبات الألميوم راح نأخذها بالمحاضرة اللي وراها يعني فصل الثالث راح أسألكم يا محاضرتين هاي محاضرة بولي راح تنزل ببعث هاي المحاضرة الثانية وراها راح نحل أكيد مثل ما تحاولنا أسئلة الفصل الخاصة بكل فصل يعني فصل الثالث راح يكون ثلاث محاضرات محاضرتين اللي هن اللي بالكتاب والمحاضرة الثالثة اللي راح تكون حل أسئلة الفصل فحننقول يا الله ونتوكل بالله ونبدأ بالفصل الثالث نينفصل كلش مهم وعليه تقريبا بالوزاري من 10 إلى 15 درجة تمام عيني؟ بس قبل لا طبلك بالفصل الثالث اتنسى اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصل لك كل ما هو جليد طلاب الفصل الثالث اللي يختص بدراسة الزمرة الثالثة راح ندرس عناصر الزمرة الثالثة نختص بعنصر واحد بعنصر واحد من عناصر الزمرة الثالثة راح نفصله اللي هو الألمنيون راح نختص بدراسة الزمرة الثالثة يعني بالبداية راح اتعرف على خواص الزمرة الثالثة وبعدين ادخل بالألمنيون زيان عناصر الزمرة الثالثة شنه هي عناصر الزمرة الثالثة اولا البورون البورون ثانيا الألمنيوم ثالثا القاليوم رابعا الأنديوم خامسين الثاليوم هذني عناصر الزمرة الثالثة استاذ كلهم احفظهم؟ لا ما تحفظهم كلهم أريدك شنه تحفظ من قتل؟ بهذا بهذا شنه تحفظه بهذا؟ تحفظني انه البورون البورون فقط البورون هو شبه فلز أما بقية العناصر هنه فلزات يشني يجيب لك يا فراغات؟ وجايب أحد السنين وزاري يقول لك جميع عناصر الزمرة الثالثة الثالثة في الزمرة الثالثة ما عدا فراغ شبه فلز؟ تقول له البورون تريد بالفراغ تكتب له بس الرمز مالك البورون وتخلي جوال عادي بالذري؟ أو تريد تكتب له بس البورون؟ كيفك؟ أنت مخير؟ وليست مسير؟ تمام؟ أريدك تضبط لهذا الفراغ من كل ش مهم؟ وينعاد بالوزاري جميع عناصر الزمرة الثالثة في الزات ما عدا البورون هو شبه فلز شنهي الفلزات؟ شنه معنى فلز؟ له القابلية على الطرق والسحب موصد جايب الحرارة والكهرباء وله بريق يعني يعطي الأمعانن الشبه فلز شنه معنى؟ يعني هو بين الفلز وبين اللافلز ماشي؟ ازياد وضع عناصر خلا أضع للكياها وضع عناصر الزمرة الثالثة في مجموعة واحدة رغم اختلافها في العدد الدري طلاب هذني عناصر الزمرة الثالثة لو أجي على حظيها شوف كليتن خليناهن بزمرة وحدة الزمرة وحدة اللي تكون بصورة أفقية ليش الزمرة تكون كليتن خليناهن بزمرة وحدة رغم انه كل عنصر الى عدد ذري خاص بي مثلا بورون خمسة البحب لعلين يوم 13 يوم 31 يوم 49 يوم panon book ليش؟ ليش خليناهن بزمرة واحدة north other sun رغم اختلافها في العدد الذري curably أستاذ لحيت انا اريد افهمك مت تفهم راح تسهل عليه على مدية الحفظ ماشي اتجواب مالته اتجواب بسبب احتواء الغلاف الخارجي لذراتها على ثلاثة الالكترونات تعالوا ياه هسا لو اجي اخذ انصر من عناصر الزمرة الثالثة مثلا البورون العدد الذري مالته خمسة اوزع الالكترونات مالته 1s2 2s2 2b1 هذا بها زمرة يقع يقع في الزمرة الثالثة لان الغلاف الخارجي مالته الغلاف الخارجي نوة 2s وال2b يحتوي على ثلاثة الالكترونات اجي اخذ لك مثال الاليمنيوم العدد مالته 13 عدد ذري اوزع الالكترونات 1s2 2s2 2b6 3s2 3b1 يقع بها زمرة الزمرة الثالثة دي اش يقع في الزمرة الثالثة لان الغلاف الرئيسي الاخير الخارجي 3s وال3b يحتوي على كم الالكترون ثلاثة الالكترونات وهكذا يعني الانديمون من اجي اوزع الترتيب الالكتروني مالته راح هلقي الغلاف الخارجي مالته يحتوي على ثلاثة الالكترونات البقية نفس الشي الثالي يوم همنا تلقى بالغلاف الخارجي 3s الالكترونات القالي يوم كذلك الغلاف الخارجي مالته 3s لذلك كلية يقعون في الزمرة الثالثة ليش لان الغلاف الاخير يحتوي على ثلاثة الالكترونات اذا الجواب مالته راح يكون بسبب احتواء الغلاف الخارج لذراتها على ثلاثة الالكترونات اللعب حبايبي ازيان اروح على موضوع الاخر الصفات العامة لعناصر الزمرة الثالثة تركز ويايا اهما نهاية صفات عامة بصورة عامة لعناصر الزمرة الثالثة راح اخذ الصفة الصفة العامة لعناصر الزمرة الثالثة بصورة عامة يعني عندي هس خواص فيزيائية و خواص كيميائية لعنصر الألميوم بس هنا أنا راح أخذ الصفات عامة لعناصر الزمرة الثالثة ميز بيناتن ماشي طبعا وزاري هذا جايب أحد السلمي خلني جي نقل نقطة أولا عناصرها فلزات عدل بورون لافلز ما أنا قبتلكم إياه هنا بالبداية قبتلكم جميع العناصر هن فلزات عدل بورون وهو شبه فلز إذن النقطة الأولى أنا سهلة صارت عندي أنا حافظها طاقة أي عناصر الزمرة الثالثة أقل من طاقة أي عناصر الزمرة ممكم ديه الزمرة الثاني ديه طاقة تعين عناصر الزمرة الثالثة أقل من طاقة تعين عناصر الزمرة الثانية ديه طلاب باور بينما إذا أخذ عناصر من عناصر الزمرة الثانية كأن يكون مثلا الصوديوم أخذ عناصر الثالثة أقل من طاقة الثالثة أقل من طاقة الثالثة أقل من طاقة تأين أعلى نطاقل من طاقةBER أصر مثلا باور نطاقل من طاق الم virhe حتى تنتزق الالكترونيا تمام وصلت الفكرة ان شاء الله تكون وصلت ثالثا الحالة التأكسودية المتوقعة لذراتها موجب ثلاثة بالاضافة الى حالات تأكسودية اخرى شوينها اخذت لك مثال الانيميوم يعني هو واحدة نحجة عن عناصر الزمرة الثاثة الانيميوم طلاب انتبهوا اياه رح افسر لك نقطة نقطة الانيميوم قلنا العدد الذر محتى 13 ارجع لك الثاني متوسط الانيميوم بذرة الانيميوم هاي النواة مالتها هذا الغلاف الاول هذا الغلاف الثاني هذا الغلاف الثالث ماشي طلاب ازيح الغلاف الاول يحتوي على الالكترونيا الغلاف الثاني يشبع بثمانية اثنين اربع ستة ثمانية ثمانية بثنين عشرة هو شغيل ثلاثة بقرة ثلاثة الالكترونات واحد اثنين ثلاثة تمام شوني بقريد اوصل لاني طلاب باوا هذنين لثلاثة الالكترونات شوفون هذنين هذنين الالكترونات اكو ملاحظة تقول بصف الثاني متوسط اذا تتذكر تقول اذا العنصر يمتلك من واحد الى ثلاثة الالكترونات راح يفقد وذا العنصر يمتلك من خمسة الى سبع الالكترونات راح يفقد زين راح يكتسب عفوا زيني هناني عندي ثلاثة الالكترونات فحتى الذرة تستقر طلاب حتى الذرة تستقر يا الاسئلة تفقد ثلاثة الالكترونات لو تكتسب خمسة ميش نين خمسة نين الغلاف الاخيري الشبع بثماني فهي الاسئل عليها فقدان ثلاثة الالكترونات تفقد ثلاثة الالكترونات حتى تصبح مستقرة حين مدير السكوية بالمدرسة بساني راح يفتر حتكها حتى تسهل عليك عمليات الحفظ اذا ذرة الاليميوم راح تفقد ثلاثة الالكترونات الذرة قلت لكم الذرة من تفقد الالكترونات تصبح شحنتها سالبة ومن تكتسب الالكترونات تصبح شحنتها عفوا الذرة من تفقد الالكترونات تصبح شحنتها موجبة ومن تكتسب تصبح شحنتها سالبة أنا عندي ثلاث ألكترونات راح أفقدهم إذن الشحنة مالتي ألمنيوم راح يكون موجب يعني فقد ثلاث ألكترونات من فقد الثلاثة يعني قد زاد الثلاثة راح شي يصير أيون الألمنيوم نرجع على النقطة الحالة التأكسودية المتوقعة لذرة طبق موجب تلافئ أسألوا تأخذ البورون بقية العناصر كلها راح تلقاها ثلاث ألكترونات من تفقدها راح تصير الشحنة مالتها موجب بالإضافة إلى حالات تأكسودية أخرى أكو حالات تأكسودية أخرى تمام أجي عن النقطة الرابعة تتميز خواص وأكاسيد وهيدروكسيد عناصرها بزيادة الصفة القاعدية ونقصان الصفة الحامضية كلما زاد العدد الذري طلاب أكاسيد وهيدروكسيد عناصرها يعني أكاسيد هذن العناصر وهيدروكسيدات هذن العناصر هيدروكسيد يعني به OH والأكاسيد يعني به O تمام أكسيجين اجتمتاز بزيادة الصفة القاعدية ونقصان الصفة الحامضية كلما زاد العدد الذري كلما زاد هذا الرقم طلاب كلما زاد هذا الرقم راح تزداز لي الصفة القاعدية وتنقص للصفة الحامضية أي كلما زاد العدد الذري تزداد الصفة القاعدية وتنقص الصفة الحامضية ماشي هاي الصفات العامة صورة عامة لعناصر الزمر الثاثة مثال طلاب هنا مثال أو ملاحظة شو تقول هنا طلاب المحالين مائية لأكاسيد البورون حامضية بينما أكاسيد الألميوم انفوتيرية وأكاسيد بقية عناصر هذه الزمرة غاليوم عندي مون ثاليوم تكون قاعدية هاي ملاحظة إليك أو أمثلة ماشي خليها ببالك بس لتعب نفسك بحفظها خليها ببالك بس لتعب نفسك بحفظها هم تغلسها يالي قلل طاقة تأيين عناصر الزمرة الثالثة أقل من طاقة تأيين عناصر الزمرة الثانية أنا شرحت لكم إياه أنا طلاب انتبه يطل طاقة تأيين عناصر الزمرة الثالثة أقل من طاقة تأيين عناصر الزمرة الثانية ياليس يعنيрен مفروضك أوتوماتكيين رتجاوبني آن في حمتك إياها انتبهبد generational عناصر الزمرة الثاثة تحتوي الكترون واحد في الغلاف الثاني و بي ماشي قلنا مثلا بورون خلا اخذ لك البورون 1s2 2s2 2b1 خلا اخذ لك بعد الاليمنيوم مع البورون 5 الاليمنيوم 13 1s2 2s2 2b6 3s2 3b1 لو اجي الاحظ الغلاف الاخير معنتهن يحتوي على الكترون واحد اذا يقول لي لان عناصر الزمرة الثاثة تحتوي الكترون واحد في الغلاف الثانوي بي بعد الغلاف الثانوي اس مشبع هذا الاس المشبع هذا الغلاف الثانوي اس مشبع اما عناصر الزمرة الثانية فيكون غلافها الخارجي هو الغلاف الثانوي المشبع نس 2 أي أن الطاقة اللازمة من انتزاء الالكترون من البي من عناصر الزمرة الثالثة أقل قطيتكم مثال علي راح أدكيان هو المغنيسيون من مجي 12 ونس 2 2س 2 2 بي 6 3س 2 الغلاف الأخير بيحتوي على الالكترونية فأني أحتاج طاقة تعين أقل أقل حتى انتزاء الالكترون واحد بينما أحتاج طاقة تعين عالية كلش حتى انتزاء الالكتروني بذلك طاقة تعين عناصر الزمرة الثالثة أقل من طاقة تعين عناصر الزمرة الثانية ماشي؟ إن شاء الله مفهومة عندك تمرين واحد ثلاثة شي يقول هذا التمرين؟ يقول لي قارن بين طاقتين تأين عنصر من الزمرة الثالثة مع العنصر المجاور له إلى اليسار من الزمرة الثانية والله سهل تقول لك قارن بين طاقة تأين عنصر من الزمرة الثالثة رح تأخذ عنصر من عناصر الزمرة الثالثة قلنا البارون خلنا أخذه وهو 1S2 2S2 2B1 ورح أخذ عنصر مجاور إليه من الزمرة الثانية من عنصر المجاور إليه اللي هو البريون اللي هو الأربع حاطة من خمسة 1S2 2S2 رح أقارن بين عتم الجواب رح يكون طلاب إن طاقة تأين عنصر من الزمرة الثالثة مثل البارون اللي هو هذا أقل من طاقة تأين عنصر مجاور له في الزمرة الثانية مثل البريون كل سهل يعني هذا التمرين طلاب تمرين واحد الثالثة هو نفسه معيود هنا نفسه هذا التعليد وهذا التعليد هو نفسه أنا شرحته بالنقطة الثانية من الصفات العامة لعناصر الزمرة الثالثة ماشي شفت شون جد تكرر وياك أروح على هسه نقطص بالألمنيوم انصر مهم الألمنيوم خليه أوزع لك الإلكترونات مرته الألمنيوم هاريك هاريك كسه عايق للكيها 1S2 2S2 2B 6 3S 2 3B 1 الغلاف الأول اللي هو الكي شكم الكترون بي 2 الثاني 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 الثالث الثاني 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 الثان أم كم إلكترون به ثلاثة خذني إلكترون واحد اثنين ثلاثة إذن الرمز الكيميائي العدد الثري ثلاثة عشر عدد الكتلة مادة سبعة وشرين هذا هو الألمنيوم أجي على تعليل يقول للألمنيوم أنصر ثلاثة التكافؤ ويتكون آيون موجب ثلاثة الشحنة ليش الألمنيوم أنصر ثلاثة التكافؤ والأيون ما الألمنيوم ميز الألمنيوم هذا عنصر الألمنيوم أيون الألمنيوم اللي هو AL موجب ثلاثة ليش أيون الألمنيوم موجب ثلاثة لأن الغلاف الخارجي الثالث هذا الغلاف الخارجي الثالث هذا يحتوي ثلاثة ألكترونات لذا يمين لفقدان هذه الألكترونات بوصول إلى الحالة المشبعة الأكثر استقامة هذا الغلاف الثالث يفقد هذه الثلاثة ألكترونات حتى يستقر هو بثلاثة ألكترونات الاكتفاء لازم ثمانية يعني بعدها خمسة فالأسهل إليه يفقد الثلاثة ألكترونات يتخلص من هذه الثلاثة ألكترونات حتى يستقر تعليل يقع الألميوم ضمن الثمراء الثالثة والدورة الثالثة ليش؟ الجواب مالت يقع الألميوم ضمن الثمراء الثالثة لأن غلاف الخارجي 3s2, 3b1 يحتوي على ثلاثة ألكترونات شرحت لكم يا والدورة الثالثة لأن الغلاف الخارجي هو n يساوي نه 3 الغلاف الخارجي مالت الآن شوفه 3S و 3B إذن يقع في الدورة ثعفة هس أجي أخذ موضوع مهم أين يوجد الألمنيوم؟ يعني بالعراقي وين ألقى الألمنيوم؟ أنا أريد ألمنيوم وين ألقاه؟ وين حصله؟ نجي نقطة نقطة أولا لا يوجد حرا في الطبيعة لأنه من الفلزات الفعالة الألمنيوم عنصر فعال ما تلقى حر بالطبيعة يعني شنو ما تلقى حرا في الطبيعة؟ يعني ما يعني تمشي بالطبيعة تلقى لك قطعة ألمنيوم ما كوي شيء يعني ما تلقى صورة حرة في الطبيعة ليش؟ لأنه فلز فعال يصعب التعامل معه العدوان الآن يوجد متحدا مع ناصر أخرى بشكل خامات هاااااااااااااااااااهنا انا راح نوصل الى موضو مهمة مهمة وزاري خامات الالميليوم ما هي خامات الالميليوم اللي هي البوكس ايت و الصيغة معلنتها تحفظها اي ال 2 او 3 2 ا 28 وعندي الخام الثاني اللي هو الكريولايت اللي هو الان اي تري اي ال سيكس هذا اني مهمات تحفظ لي يعني اذا اني بالنيوم ما القى حرب الطبيعة راح القى بشكل خامات ما هي خامات الاليمنيوم يجيك بالوزاري مهم جدا خامات الاليمنيوم اللي هي البوكسايت اللي هي ال ال 203 2H2O عرف لي البوكسايت يجيك بالوزاري هو وارد جدا عرف البوكسايت وهو اوكسيد الاليمنيوم المائي يعني شنو اوكسيد الاليمنيوم مائي باوك لاحظوا اياي راح افسر الكياهة هذا الاليمنيوم باع باع اي ال 2 هذا الاكسجين اللي هو الاكسايد راح شيسمونه اوكسيد الاليمنيوم المائي شنو هذاني هاي النقطة 2H2O هاي جزيئات ماء تبلور او جزيئات ماء هذاني شيسموهين المائي يعني شرح ماشي صعوله اوكسيد الاكسيد يرجع للأوكسجين والاليمنيوم هذا الاليمنيوم والمائي هذا المائي اذن اسمه اوكسيد الاليمنيوم المائي وهو الخام الرئيسي للاليمنيوم وهو اهم خام يستعمل لاستخلاص الاليمنيوم اذن البوكسايت يستعمل لاستخلاص الاليمنيوم اجيع الخام الثاني اللي هو ياهو وطلاب الكريولايت اللي هو NA3ALF6 اترجاك تحفظ للصيغ مالتها اترجاك مو تكتب لي NA وتنسى الثلاثة غلط اقل رغم اقل يعني 6 مثلا سويتها خمسة غلط يعتبر ال NA سويتها اثنين اعتبرها غلط يعني لو مصالح رأسنا اتشقك بغلط ما يصير الصيغة تختلف اذن الكريولايت وهو فلوريد مزدوج من الصوديوم والالميوم اذن الكريولايت الكريولايت فلوريد مزدوج الفلوريد هذا ال F من الصوديوم هذا الصوديوم ال NA والالميوم هذا الالميوم اذن هو فلوريد مزدوج من الصوديوم والالميوم ويعد من المصادر المهمة مستعملة لاستخلاص الالميوم اذن الكريولايت ايضا يستعمل لاستخلاص الالميوم هاية كل هاية اذا احتياني هسة بالنقطة الثانية ما تواجد الالميوم اذن وين يتواجد بعض طلاب وين يتواجد يوجد في الصقور والطين بشكل سيليكات الالميوم المعقدة القاب الطين والقاب الصقور بس ما راح القاب صورة حرة القاب شكل السيليكات اللي هي سيليكات الالميوم وهاية سيليكات الالميوم شو تكون طلاب معقدة نكمل نقطة الرابعة اوسع الفلزات انتشارا في القشرة الارضية الالميوم في نزل منتشر بالقشرة الارضية وهي متواجد بكل الارضية لذلك نصنع من عنده الطائرات ونصنع من عنده الطباخات ونصنع من عنده الكاونترات ونصنع من عنده الشبابيت واستعمالات وهي الى فهو يؤلف ثمانية بالمية من الصخور القشرة الارضية القشرة صخور القشرة الارضية الموجودة بالكرة الارضية ثمانية بالمية من اتن هي شنوب الالميوم والطين نقطة الخامسة يأتي بعد الاوكسجين ستة واربعين والسيليكون ثمانية وعشرين بالمية في ساعة انتشاره ها هي تواجد الالميوم اترجاك تحفظ لي هذن يتركز عليهم صوتي بح هذن يكلش مهمات البوكسج والكريولات صيغة مالتهم والتعاريف احفظ لي هان حباب احفظهم بعد شتري يلا يقول لي لا تصلح سيليكات الالميوم معاقدا منتشرة في الصخور والطين لإستخلاص الالميوم حاليا ليش؟ بتجواب مالتها بسبب الكلفة العالية اقتصاديا تحفظ هاتف الفلو więc 기다려야 thus لن تصلح سيليكات الالميوم ال Astخلاص الالميوم سؤال على ماذا تحظم الطريقة هول في استخلاص الالميوم؟ طريقة هول trabalhar المهمة طريقة هول طريقة هول طريقة هول طريقة وال مهمة طريقة استخلاص الالميوم الجواب تعتمد على التحليل الكهربائي للألومينية اللي هي AL203 النقية في حمام من الصهر الكريولايت ALF3NAF3 بدرجة حرارة ألف درجاتية ومساعدة أقطار كاربونية يجيني سؤال مهم يشرح طريقة استخلاص الألوميوم مع رسم الجهاز والتأشير الكامل على عجزاءه هذا من عسئلة الفصل استخلاص الألوميوم مهم طلاب استخلاص الألوميوم مهم الرسم مالته مهم الرسم مالته تلقى صفحة 57 أقول لي يستخلص الألوميوم بطريقة هول وكما يأتي يقول لك مرات ما يقول لك يشرح طريقة استخلاص الألوميوم يقول لك يشرح طريقة هول أولا ينقى خامل بوكسايت اللي هو AL203 2H2O كيميائيا من الشوائب للحصول على أكسيدلينيوم النقي AL203 ألومينيا والذي له درجة انصهار عالية أجيب حابل موكس بوكسايت البوكسايت هذا بشوائب أنقيه حتى أحصل على الألومينيا والذي يكون درجة انصهار عالية نكمل هاي نقطة الأولى يذهب الألومينيا في منصهار الكريولايت الذي يعمل على تخطير درجة انصهار الألومينيا يوضع المنصهر الألومينيا مذافية الكريولايت في خلية تحديد كهربائي اللي هي خلية هوب رابعا وأخيرا عند امرار التيار الكهربائي يتجمع الأليميوم على شكل منصهر في أسفل الخلية ويسحب بين مدة وآخرى الخلية سيكون أسفلها بعد ما أمرر التيار الكهربائي الأليميوم هذا أخذ العليوم بفترة واخرة منه يجمع أخذه بهذه الطريقة حصلنا على العليوم سؤال أو تعليل تضاف العليوميني إلى منصار الكريولات عند استخلاص العليوم بالتحليل الكهربائي لماذا؟ الجواب لإذابة العليوميني حيث أن درجة الصهار العليوميني عالية جدا في أعمل الكريولات على تخفيض درجة الصهار العليوميني هسا يجي على موضوع مهم يتكرر من الوزاري اللي هي الخواص الفيزيائية الأيميليوم مهم وزاري شوف لي هانا ثلاث نقاط خبلة صغار الأيميليوم قلنا فيلس دو درجة دو مظهر فضي كنا شايفين الأيميليوم مظهر فضي هاي ها وصفه طبلاة الخواص الفيزيائية اللي يشوفها بعين كثة جيد للتوصيل للحرارة والكهرباء يعني اجيب لك هس قطعة الأيميليوم وخليها بالكهرباء راح تلقاها توصل للكهرباء بس بعد ايش بعد ما انت متى توداوك من نجف فنوك خوش ثالثا قليل الكثافة كثافتة قليلة اجي على الخواص الكيميائية للأيميليوم نفسه من استمرار التعاكب يعني شل استمرار التعاكب يعني زنجر ليش الأيميليوم يحمي نفسه من الزنجر ها الصيغة ثانية صيغة ثالثة يقل ألم يوم نفسه من استمرار التعاكب هذن مثل الصيغ جوابهم واحد فقط تمام جوابهم واحد فقط يجيك بالوزاري وحده من هاي الصيغ اتجواب مالتها واحد من هذن الافون اتجواب مالتها اللي هو هذا هسا راح نجعليه اقول لي عند تعرض الأيميليوم الى الهواء يتأكسد سطحه الخارج فقط طلاب الأيميليوم من يتعرض بالهواء السطح الخارجي مالتبس السطح الفوك هو راح يتأكسد هو راح يتأثر بالجو بالأوكسجين فيكتسي الأيميليوم بطبقة رقيقة جدا من أوكسيدو الذي يكون شديد الاتساق بسطح الفلز وهذا ما يقل الفلز من استمرار التعاقر طلاب الأيميليوم بعد ما يتعرض للأوكسجين راح يكتسي الطبقة الخارجية مالتها فقط راح يكتسي يكتسي طبقة رقيقة جدا طبقة رقيقة جدا هاي الطبقة من أوكسيدو يعني أوكسيد الأيميليوم هاي الطبقة تكون ملتزقة ملتزقة شديدة الاتساق بما بالألميليوم اللي هو سطح الفلز هاي الطبقة هي اللي تحملي الفلز اللي هو الألميوم من استمرار التعاقر هاي اذا عند تعرض الألميوم الى الهواء يتعكسي سطحه الخارجي فقط من يكتسي سطحه الخارجي راح يكتسي الألميوم بطبقة رقيقة جدا من أوكسيدو الذي يكون شديد الاتساق بسطح الفلز وهذا ما يقل الفلز من استمرار التعاقر سؤال ماذا ينتج من احترق مسحوق الألميوم عندي مسحوق للألميوم راح حرقي راح شي صيق عنا هذا الحج هستداء حجي lui هو الخواصة التميائي للألميوم الخواصة تميائي للألميوم اللي هي انت Valmi على لفتأكدير الأكسيدين في الألميوم التعليل هذا ماذا ينتج من احتراق مسحوق الألميوم اللي هي نقطة B الجواب مالته بس أنا سويته سؤال وجواب حتى تسهل عليك عملية الحفظ والفهم يحترق مصفوق الأليميوم بشدة وبلاهب محرط طاقة عالية ومكون الأوكسيد الأليميوم المعادلة مطلوبة تعالوا يا فهمك المعادلة انتبهوا يا عندي الأليميوم هذا بالأيام خش راح أحرقه وين حرقه حرقه بالجوم شي يطيني راح يطيني راح يطيني يحترق مصحوق بشدة وبلاهبساط محرط طاقة عالية ومكون الأوكسيد الأليميوم راح يطيني أوكسيد الأليميوم يعني أوكسيجين وأليميوم اللي وياه هو AL203 ماشي وراح شي حرر لي حرر لي طاقة هذا الحجي ترجمته إلى مقادلة يحترق مسحوق الأليميوم هذا الأليميوم وين يحترق بالأوكسيجين بشدة وبلاهبساطة محررا شنو طاقة عالية مكون الأوكسيد الأليميوم بقت الموازنة طلاب هنا الأوكسيجين لاحظوا إياي انتبه لي الأوكسيجين تدررت الأوكسيجين هنا درتين فحتى أعادلها أوازنها أضرب الأوكسيدي الأليميوم فيه ثنين من ضربة أكسيدي الأليميوم فيه ثنين طلاب الأليميوم هنا فيه ثنين فيه ثنين أربعة إذن الإلميوم هنا لازم أخلي إلى أربعة ماشي الأوكسيجين من الضرب الأوكسيجين فيه ثنين هو ثلاثة فيه ثنين ستة فحتى أوازنها يقدر أضربها فيه ثلاثة هذه المعادلة مالتها مهم سؤال كيف تثبت بالتجربة إن الأليميوم عامل مختزن مهم مزاري مهم مزاري مهم مزاري مهم مزاري شون نثبت إنه الأليميوم عامل مختزن بعض الجواب معتها سيكون يوضع خليط من مسحوق الأليميوم وأوكسيد الحديد هالثلاث خطوط كانها واحد هالثلاث خطوط أوكسيد الحديد الثلاث معناها أوكسيد الحديد الصيغة أي في جفنة سأجيب خليط مين من مسحوق الأليميوم وأوكسيد الحديد أخبطهم وخليهم بجفنة تمام؟ جفنة هالثلاث خطوط هالثلاث خطوط هالثلاث خطوط الثلاث خطوط مين من مسحوق الأليميوم وأوكسيد الحديد نكمل في وعاء فيه رمل مثل في وعاء فيه رمل ثم يثبت شريط من المغنيسيون بطول مناسب وتحرق نهايته الشريط سأجيب شريط من المغنيسيون طويل أحرق نهاية الشريط مع الابتعاد مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار تلاحظ تفائل مسحوق الأليميوم مع أوكسيد الحديد الثلاثة تفائل الشريط ينتج عنه تكمين مصر الحديد نتيجة قيام الأليميوم باختسال أوكسيد الحديد الثلاثة طلاب قلنا نجيب جفنة أو وعاء أخلي بيها مسحوق الأليميوم أخلي بيها أوكسيد الحديد الثلاثة وهذا الوعاء بيرمو وراح أجيب لي شريط أجيب لي شريط طويل مين هذا الشريط من المغنيسيوم أحرق نهايته هاي النهاية مالت أحركه وتحرق نهايت الشريط وراح أتعد عن الجفنة مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار يشني التفائل الشديد إذا ما يطفر عليه راح تنشل لها التفائل مسحوق الأليميوم مع أوكسيد الحديد ثلاثة التفائل الشديدة ينتج عنه راح ينتج تكوين مصر الحديد لتيجة ليش قيام الأليميوم باختزال أوكسيد الحديد إذن الأليميوم يسلك سلوك عامل مختزين وبهذا ثبتنا أن الأليميوم عامل مختزين تمام؟ مزيد المعادلة مال هذة حتي اللي هي كالتالة AL هذا الأليميوم دع فاعمله وياما ويأوكسيد الحديد اللي هو FE203 إيش يطيني طلاب؟ يطيني أوكسيد الأليميوم اللي هو الـ AL203 زائدًا ش يبقى لي؟ يبقى لي حديد FE وراح شي حرر لي طاقة حرارية عالية المعادلة موزونة؟ لا المعادلة ما موزونة لازم أوازنها طلاب طلاب هنا لو أجي ألاحظ الحديد الحديد هنا FE21 هنا أجد درة واحدة أخلي لها 2 الأليميوم 13 تمام؟ الأليميوم 13 هنا درة واحدة أخلي لها 2 الأوكسيدجين 3 هنا ثلاثة متعادل إذن ها هي موزونة المعادلة سؤال مهم مهم وزاري تكرر كل سنة وزاري مهم والله شوفوا طلاب الفصل الثاني والفصل الثالث أكو ثلاث أشياء بيهم تاعة تاعة تتكرر بالوزاري ثين من أجن رح تيجي؟ احفظ هاية للتاريخ بالفصل الثاني ش عندك؟ جبس باريس والجبس الاعتيادي بالفصل الثالث بالفصل الثالث ش عندك مهمات؟ اللي هو تفاعل الثرميت الفوائد ماتة والمعادلة ورح نيجي بالمحاضرة اللي بعدها اللي هو الشب تعريف الشب والصيغة ماتة وفوائدة هذن من ثلاث شغلات ثالثة سجين هنا يمك عشر درجات ها سدابلك بيهم هذن الثلاث أشياء رح يجن لك شغلتين من قتن بالوزاري وخطيتك برقوبتي اجي عرف تفاعل الثرميت تفاعل الثرميت هو تفاعل مسحوق الالينيوم مع اوكسيد الحديد الثلاثي تفاعل الشديد مصحوب بانبعاث كمية كبيرة من الحرارة لذلك احنا ابتعدنا عنه ثلاثة امتار ينتج عنه تكوين من صهر الحديد نتيجة قيام الالينيوم باختزال اوكسيد الحديد الثلاثي وتحريض الحديد رح يتحرر للحديد شوفها بالمعادلة الذي انصهر بفعل الحرارة العالية معادلة تفاعل الثرميت معادلة تفاعل الثرميت لازم تحفظها شون هي معادلة تفاعل الثرميت هو تفاعل مسحوق الالينيوم مع اوكسيد الحديد الثلاثي ينتج عنه تكوين اوكسيد الالينيوم محررا الحديد زائد طاقة حرارية عالية الموازنة قلنا احنا اثنين احنا اثنين اثنين بثنين الفوائد ماتة يجيك بالوزاري فوائد تفاعل الثرميت يفاعل في لحيم الاتشيزة الحديدية الكبيرة وقضمان سكك الحديد نقطين في لحيم الاتشيزة الحديدية الكبيرة وقضمان سكك الحديد بس ها هي علل يستعمل الالينيوم لاستخلاص بعض الفلزات من الخاماتها الموجودة على هيت اكاسيد من انه عامل مختزل حيث يختزل الاكسجين منها معطين فلزاتها ونفسه لها تفاعل الثرميت اختزل الاكسيد الحديد وحرر الحديد الابتعاد عن شريط الماغنيسيون المشتعل في تفاعل الثرميت مسافة لا تقلع على ثلاثة امتار لان هذا التفاعل الشديد مصحوب بكمية من الحراب لها بساطر مع تطاير الشراب ويكون طوله مناسبا حتى يمكن اشعاد تفاعل الثرميت من موقع مناسب ما جايب الشيه السجديد كليته داعيده اللي حيشيناه هنا اللي حيشيناه هنا داعيد به حش؟ بس دا ساويتك على شكل سؤال وجواب سؤال كيف يتفاعل الالميوم مع الحامض والقواعد معزز إجابتك المعادلة كيميائية موزونة هذا نحن نحن ضمن الخواص الكيميائية للالميوم الالميوم يتفاعل مع الحامض والقواعد اولا يتفاعل الالميوم مع حامض الهادروكلوريك المخفف بسؤولة محرر غاز الهادروجين ومكون كلوريد الالميوم هترجم اذا معادلة تفاعل الالميوم هذا الالميوم مياما يتفاعل حامض الهادروكلوريك نعرف احنا إش يطيني؟ ميش يطيني؟ يطيني كلوريد الالميوم اللي هو يا هو الال هذا كلوريد الالميوم زائدا محرر الغاز الهادروجين أشته؟ ليتحرر الغاز الهادروجين المعادلة موزونة لازم توازنها طلاب المعادلات مهمات يعني يجيك سؤال كامل بالوزاري يقولك اكمل المعادلات الاتية الموازنة مالتها مالتها لازم لازم تعلم توازن طلاب انتصب ثالث متوسط صريت شبير لازم توازن المهم الموازنة مالتها ستكون كالتالي شوف هناك سي أل تبهل هناك سي أل ثلاث ذرات نحن نضرر وحده حتى وازني راحش اسوي أضرب خاي فيه 2 من ضربت فيه 2 الطلاب السي أل صالي جد عندي ستة سي أل صالي جد عندي واحد اذن أضرب خاي فيه 6 زي أنا من ضربت الال سي أل ثري فيه 2 الأليميوم جد صالي عندي 2 هنا الأليميوم جد عندي واحد أضربه فيه 2 بقال الهايدروجين الهايدروجين عندي دارتين هنا حتى وازنها اضربها في ثلاثة ثلاثة في ثمية ستة هنا ستة نكمل ولا يستمر التفاعل الألميوم مع كل من حامض النتريك المخفف والمركب بسبب تكون الطابقة من AL203 تعزل الحامض عن الفلس ثانيا يتفاعل الألميوم مع محالي القواعد مثل محلول هيدروكسيد الصوديوم او البوتاسيوم في الماء محررا غاز الهايدروجين ومكون منح الألميوم تعديل لا يستمر التفاعل الألميوم مع كل من حامض النتريك المخفف والمركب صيغة اخرى يحفظ حامض النتريك اتزاب وينقل باوان من الألميوم بسبب تكون الطابقة من AL203 هاي الطبقة تأزل الحامض عن فلس الألميوم في توقف التفاعل رح تتكون لطبقة من AL203 تعزل الحامض مين من الفلس الياهويا فلس الألميوم رح توقف التفاعل ما المقصود بالسلوك الانفوتيري للألميوم مهم السلوك الانفوتيري السلوك الانفوتيري قال لك السلوك الانفوتيري تقول السلوك الانفوتيري هو تفاعل انصر العلميوم مع الحامض والقواعد محرن غاز الهايدروجين ومكونة أملاع العلميوم في حالتين مثل تفاعله مع حامض الهايدروكلوريك المخفف ومحلول هيدروكسيد الصاديو هذا هو السلوك الانفوتيري هنا سؤال قارن بينما يحدث على سطح قطعة من الحديد وقطعة من الألميوم عند ترقمها في الهواء الجوية عندي قطعة من الحديد وقطعة من الألميوم سأضبهم بالهواء الجوية سأقارن بينهم الجواب عند تعرض الألميوم للهواء الجوية تأكسد سطحه الخارجي وتتكون علي طبقة رقيقة من أكسيد الألميوم هذا شيء ثاني قلنا الألميوم من يتعرف بالهواء سطحه الخارجي سيتأكسد من راح يتأكسد سيتكون أكسيد الألميوم والتي تكون صلدة جداً تتسق على سطح السطح بشدة منع الهواء من الوصول إلى الفلز الألميوم فيتوقف التأكسد وبذلك يكون الألميوم فلز يقي نفسه مشرد تعاكل هنا طلال طبعاً حتى نطرعي وبذلك سؤال عفوا نكمل هذا بالنسبة للألميوم أما أما الحديد عند تعرض الحديد للهواء الجوي تتكون على سطحه طبقة من أكسيد الحديد الثلاث الماء الصدع اللي هو وتكون هشة تتفتت بسهولة فتفسح المجال للهواء اللي هو الأكسجين والرطوبة باستمرار النفاذ خلالها وباستمرار تأكسد الحديد وبالتالي استمرار تأكل الحديد الحديد يزنجر ليش؟ يعني تأكسد سطحه الخارجي تبرين ثلاثة اثنين من التمارين الفصل يلقى قارن بين عملتية أكسيد الميوم والحديد بتأثير الجو هو نفسه هذا الجواب نفسه هذا الجواب حش؟ عرف صد الحديد عرفت الزنجار يعني بالعراق شون أعرف الزنجار؟ يلا صد الحديد التعريفه هو عبارة عن أكسيد الحديد الثلاث المائي وهي طبق بمية اللوم مائلة للحمرار تكونت نتيجة تأثر الحديد بأكسجين الهواء الرطب والتي تنفصل عن سطح الحديد بشكل قشور أجي على استعمالات العلميوم ما استفاد من العلميوم؟ يستعمل في صناعة الأستاكت الكهربائية لماذا؟ لأنه موسط جيد للكهرباء وخفيف الوزن ورخيص الثمن تصنع منه صفائح رقيقة للتغليف الأطعمة والأدوية والاستعمالات المنزلية الأخرى تصنع منه القناة المعدنية ومتنوعة الأحجام وهي قناة البيبسي يستعمل في عمل مراية التليسكوبات الكبيرة تصنع من سبائكه الخفيفة الفافون الأواني والقدور والملائق والصفائح والكراسي وغيرها تستعمل سبائكه في هياكل الطائرات والقطارات الخفيفة وفي هياكل الأبنية الضخمة وبعض أجزاء السيارات سبعة تصنع من سبائكه قناني لحفظ السوال بدرجة حرارة من خفظه جدا مثل سوال الأوكسجين والأراغون والنيتروجين بيش بسبب أن قوة الألميوم تزداد كلما انخفض درجة الحرارة عن الصفر السليزي تحفظ درجة الحرارة تحفظ درجة الحرارة تستعمل سبائك الألميوم الفافون في صنع عواني الطبخ لماذا؟ الجواب من أنها جيدة للتوصيل الحرارة وخفيفة ولا تزداد بسيطة تصنع الأسلاك الكهربائي من الألميوم ضمن نطاق محدود لأن الألميوم أكثر تمددا أو متقلصا من نسبة تسعة وثلاثمية من النحاس نفس المدى الحرارة أجي على سبائك الألميوم مهم مهم مزاري عندي سبائك الألميوم بس قبل لهذا نعرف السبائك انتبه انت طولت قوياي في هذه المحاضرة بقتلك بس خمس دقائق عشر دقائق بالهواء السبائك شنو تعريفة هي مخالي صلبة أو مركبات على الم PERصرع المكونة للسبيكة فيакти وقتلها والله العظيم بتالث مرة التوسط حافظه لحد الآن موسيقى هي مخالي صلبة أو المركبات على المكروفة وإن يكون أحد العناصر المكونة للسبيكة فيbench أي جيد 임 انواع سبائك الألميوم سبيكة دير exchange لدي وبرونز أناевой أجي على سبيكة الديور ألومي تتكون من نسبة عالية من الألميوم ونسبة قليلة من كل من النحاس والماغنيسيوم وقد تحتوي على المنغنيس والله هيت يجيبوها بالوزاري سبيكة الديور ألومي نسبة عالية من الألميوم ونسبة قليلة من النحاس والماغنيسيوم وقد تحتوي على المنغنيس اشتمتاز هاي بخفتها وصلابتها لذلك مين خفيفة وصلابت تستعمل فيه بناء بعض الزاد طارات ليش لخفتها وصلابتها انتهم اجي على السبيكة الثانية برونز الألميوم تتكون من نسبة قليلة من الألميوم هذه نسبة عالية من الألميوم هذه نسبة قليلة من الألميوم ونسبة عالية من النحاس وحيانا في الزاد أخرى مميزاتها تقام بتآكل يتغير لونها بتغير نسب مكوناتها حيث يتترج من لون النحاس إلى اللون الذهبي ولا لون الفضة استعمالاتها تستعمل فيه صناعة أدوات الزينة ليش لانا لونها يتغير من لون النحاس إلى لون الذهب ولا لون الفضة بتغير نسبة مكوناتها السبائك طلابت تركزها عليه يعني هاي المحاضرة عندك سبائك لألميوم التفاعل الثرمية تركزها عليه من هنا أكثر شغلتين مهمة تمام المحاضرة الجاية رح نأخذ مركبات الإلميوم إن شاء الله أشوفكم بالمحاضرة الجاية مع السلامة ترجمة نانسي قنقر